السلام عليكم ومرحبا بكم وخوتي في قناتنا الرياضية ومرحبا بكم نيزا بوني تانا وان شاء الله تكونوا بخير اليوم اخبار تا الشامبيونة تانا واخبار مولودية الجزائر ومع المشكلة الاداري لتطرح في الايام الماضية براهمية واللاعبين القدامة يعني تعلام ليفاتوا سنية ومع المسية وكي يكملوا مع مولودية الجزائر انه غادروا الفندق لما كانوا في التربص ولكن براهمية قال لك يضرب ضربة من حديد وتعادها بالليراهية دخلا في الكونسي دي سيبلين ولي جوار على حتى خرجوا من الفندق خرجوا غاضبين وخرجوا ما كمنوش التربص انه خصب منهم ثلاثة اشهر من اللاب بيت حم هذه هي نهضروا براك في الموضوع هذا براهم مجرد تحليل ومجرد رأي لين اتانا ان شاء الله تشاركونا في الرأي وليكنت الرأي هذا يقدر يعدلقوا لي مع الرأي هذا يقدر يعدلقوا لي مع الرأي هذا يقدر يعدلق ساني راح نطلع سؤال براك فا بسيط الهنا نبدأ هو تعليق ساني راح نطلع سؤال بسيط اسكو الوقت الحالي يقدر اي بريزيدون في الموند اي بريزيدون في الموند يقدر يدير اللقطة كيما هذي انه قرب الشمبيونة ورانا في ستاج وما دارهاش مع اللول هذو بكل اسباب والجولة الاولى قبل القرآة قبل القرآة بنهار وبعد الجولة الاولى الطاح وما السيار بي اهم مش احنا راح نحكي على نتيجة اربعة مقابل هدف واحد امام ترجي القبة اليوم مولودية جزائر فاس اربعة مقابل هدف واحد راح نحكي عن الموضوع هذا المهم ان الموضوع تعنا اسكو دركة نحكي وبرك الفترة الحالية صحيحة انه ينزع الامتتات التشاريات والله ما يهموني لجوال انه نهضر على القرار هذا والله القرار ولي اثر خلينا لجوالتان احنا ما نبريش انه كعيني جوال ما كلها نتاهمه ما كلها نديره ما كلها هذيك موضوع واحد اخر ولكن نركزها القرار فالفترة هذه اسكو صحيح الله هذا هو بارك اللي حبيتنا ومانيش كانت كريتيكي في برهمية كشخص والله كالاخر نهضر على القرار هذا برهمية عنده اكسبريونس في الرياضة عنده اكسبريونس عالية وعنده احترام ليه كبير وعنده اكدام نحن وتار الرياضة ديمن دعمهم وربي عاونك وكمل مع الامسية وان شاء الله تروحوا بعيد وان شاء الله تخدمون مهم نحن وان صار شبيب تقبع بطبيعتها نحن نحكي وبرك على الشامبيونة الجزائر زيمة والقرارات هذه الصادمة لساعة تكون تشوكيك المهم نحن المفيد تعنا اسكو هذا قرار صحيح يقدرون القرار لديه رأيي المتواضع انه ما هو يقصب هو وش يقصب قادر ادين القرار هذا قبل لي سنية قاعدوا يا اخوين انا نخصم لكم هذا لك كان هذا هضرت معهم بل قادر اكون تفهمت معهم وكذا هم الى ادوار في الهضراء احنا لم يرى اخرجوا في الدراسة واخفية نحن نحضر القرار يخرج قادر انتد غدوة تخرج في ندفاس وخوفية وتقول له كيف هل أسباب وتقنعناه وبرك له فيك هذه حاجة عادية نحكيه كل القدم تقول باللي ما وشو اللغت الحالي هاك وطحت في الماء والله مش خوف من يعني انك رأت خاف مش مستيهر بي والله ولكن هذي الأنصار تعكم الأنصار تعكم هي اللي تقول لك قادر تطرح فيه مخا فهي مرحبا لا يتم عمل قرار كما هذا الوقت الحالي ها وطاح مش خونطر شاباب الوزاد الجولي الأولى تقنع الأقل لكل التي تكون منتظمة وطاربص وصناع راح نديره فيها وصناع وكده فهي قرار كان شوية عشوائي في الوقت هذا الوقت لا يتم يصالح لك بل يبيك كرياضي وإكسپيريونس عالية في الإدارة والله في الرياضة راك تلقى الحل ومشهده والحل الصائب نتمنى أنه هذا رأينا هذا مجرد رأي دنا له فيديو نحن لسا مناصري لمولودية الجزائر ولكن الشامبيونة كومبري لبعضها رايتمنا هذا مكان دناها دنا فيديو هذا لتنوير الرأي العام وإثراء القناة بأراء أخرى قد تنيرونا لأننا نتعلموا من الذين يشاركون في الأمور يعطيوا لنا أخبار هذه هي نحن لا نشدق الوقت الحالي كل واحدة لا يبقى لي كيبتعو كل مناصرهم تبع لي كيبتعو كي يجينا أخبار نعلقوا لهم هذا تعليق مجرد تعليق فقط هذا هو اليوم مولودية الجزائر فاز على ترجل قبار مقابل هدف واحد وإحنا شفنا الأهداف عبرها في اليوتيوب فقط هذا ما كعشفنا الأهداف رح نلقوا شوية الملعب كي تشوفوا في زيمة لستوا أدري الملعب لماذا هذا الملعب الجزائر رغب أنه صح وتعبت بريبارات وكذا فرق هذا ما كان ولكن تشوفوا الملعب الجزائر لماذا؟ خوتي هادي تصورها وكالة تصورها يكيد تقربها يقول يترى من حمصة ولكن لما تتصور من فوق ومنها تشوف الملعب خوتي خوتي نحن نحن نبقى ملاعب وأنا ننعب بلعب واني تشوفون في الغروب تجدها من 30.40% أو 50% وعندنا الاراضي كبيرة معمرها لا يستغلوا لهم لماذا الجزائر لا تستغل على حوش كما هاد او لا و تكون لدينا A ما. لماذا؟ لماذا؟ كمبلكس لا يوجد كمبلكس ثم يقول لك أننا ونخرجوا ثم يأتي للتلفزيون يقول لك أننا لدينا جوال يخرجوا من الشمبيون ويخرجوا لك والله كاريتها كبيرة بعض الأنصار يقول لك خطينا من الملعب غير يصلحوا لك غير يسلكوا الجوال غير قدامنا يقول لك أنت دخلتنا في حكاية أخرى ولكن يجب أن تتعلق هذا المكان شاهدنا محرز البارح شاهدنا سليماني شاهدنا سليماني بالماضي يقول لك أنه يغرب صايمة شعيز من حكايات على التيران والله يصدق كرح يروح يتفرج القاطر يتفرج يتفرج يعين الجوال لا يقدر حتى يميز الجوال مليح يتفرجوا بالماضي يتفرجوا بالماضي يتفرجوا بسبب لا يعجبوا سامحوني يحكمها يحبسوا لا يمكنك التعلق لا يمكنك التحدث لا 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 هذا ما كان لسنا مناصرين لأحد هذا ما كان نحن مناصر شابه في قبيل أعطينا راحنا الخاص في هذا الموضوع ونتمنى تشاركونا مع فيديو جديد لا تنسوش لايك سلام